بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة نتكلم عن Cell Structure and Function يعني تركيب الخلية في البداية خالص نتكلم عن Cell Theory نظرية الخلية الخلية عشان يقدروا يتكلموا على العلماء عملوا أبحث كتيرها ووصلوا في الآخر إلى نظرية سموها نظرية الخلية في البداية خالص All organisms كل الكائنات Including the humans بما فيهم الإنسان are made up of fundamental units يعني مصنوعين من وحدات أساسية هذه الوحدات الأساسية هي اللي بتتكون الكائنات بمفاعل الإنسان وهذه الfundamental units called cells يبقى إيه هو اللي اللي بيكون جسم الخلية الوحدات الأساسية اللي بيكون جسم الإنسان هي cells organisms عموما maybe unicellular يعني كائنات وحيدة الخلية or multicellular يعني كائنات عديدة الخلية يبقى يونicellular معناها the body composed of one cell اللي بتكون جسم من خلية واحدة بسموه acellular acellular يعني بسموه لا خلوي يبقى كائن غير خلوي يعني كل جسم عبارة عن خلية واحدة بتقوم بكل الوظائف multicellular composed of minicellular يعني فيه العديد من الخلائية بلايين الخلائية مع بعضها البعض السيل سيوري بقى stated that بتنص عليه number one cell is the basic structural and functional unit of the life يعني الخلية هي الوحدة التركبية والوظيفية للحياة رقم اثنين all living things are made up of cells يعني كل كائنات الحية لازم تكون بتتكون من خلايا number three new cells arises only from pre-existing cells يعني الخلايا الجديدة تنشأ من خلايا سابقة يعني ما فيش خلق من عدم اللي يخلق من عدم والله سبحانه وتعالى لكن لو في خلية موجودة تنقص يمتد خلية اخرى يبقى الخلايا موجودة او تنشأ من خلايا موجودة اه اه ابل كده يبقى ثلاث فرضيات ان الخلية هي الوحدة التركبية والوظيفية للحياة كل الكائنات مصنوعة من خلايا الخلايا الجديدة تنشأ فقط من خلايا موجودة ابل كده cells are the smaller unit of the life that able to do الخلية اصغر واحدة في الحياة قادرة علي ايه number one able to reproduce قابلة علي انها تتكاثر تنقسم able to grow and develop تنمو وتتطور able to remain hemostasis انها تظل في حالة اتزام يعني تمنتين الانترنال انفيرومنت تحافظ على البيئة الداخلية بتاعتها respond to stimuli الخلايا انها بتستجيب للمؤثرات الخارجية سواء كان بقى السلينية للبي ايتش او whatever اي stimulus موجود اي مؤثر موجود فالخلايا بتستجيب ليه take in and use تاخد المواد وتستخدمها from the environment لان احطت السل فيه وسط كده تلاقي ان السوائل الموجودة دي الخلية ممكن تاخدها جواها وتستخدمها يبقى take in and use material from the environment become adapted to the environment ويحصل لها تكيف مع البيئة اللي هي عيشة فيها دي الخلية كاصغر وحدة موجودة في الحياة السل سايز نتكلم على حجم الخلية what is the best of the cell to be so tiny or to be large يعني الافضل الخلية انها تبقى صغيرة ولا تبقى كبيرة في الحجم ولازم نتكلم على السل سايز حجم الخلية relative to small cell size ليه الخلايا متقدرش تشوفها غير ميكروسكوب تحت الميكروسكوب يعني معظم الخلايا طبعا relative to small cell size الاحجم as the cell get larger in volume كلما الخلايا بقت كبيرة في حجمها the amount of service area to volume ratio decrease طيب يعني قلت service area الى volume ratio او service area على volume اسمت service area على volume ده في المقامه كلما زال المقام كلما كان الفراكشن ده قيمته ايه قليلة وبالتالي عايز انت تفسر ليه حجم الخلية بيبقى قليل ما تتكلمش على مساحة السطح الواحدها ولا الحجم الواحد لا انسب مساحة السطح الى volume يعني اسم مساحة السطح على volume اطلع لك ratio ال ratio ده كلما كانت عالية كلما كان افضل للخلية كلما كانت قليلة كلما كان غير مستحب ليه الخلية وما يكفيش احتياجاتها ولا ايه متطلباتها يعني اه السيلز are exchange materials by their service صح اده خلية موجودة هي ايه احصل فيها عملية ايه in and out فيه مواد ترخل الخلية المواد اللي هي الغذائية والاكسجين والغذات يعني وفيه مواد تخرج منها للمواد ايه الواستس المواد الاخراجية يبقى neutrons enter the cell and الواستس exit the cell عن طريق ايه عن طريق ايه عن طريق ايه ايه مساحة السطح الموجودة بلازما امبرين طيب the greater the amount of the service the greater the ability of the cell to get material in and out يعني كلما زادت مساحة السطح بتاعت الخلية كلما زادت قدراتها على ايه انها ترخد دخل المواد داخل الخلية وتتخلص من مواد ايه خارج الخلية طيب يعني كلما زادت الحجم وكلما زادت مساحة السطح صح طيب انت بتقول ان مفروض يبقى مساحة السطح متكلمش عليها لوحدها لكن تنسبها للحجم لانه كلما زادت الحجم الوقتي هيزيد مساحة السطح مظبوط لكن هالي اطارة مساحة السطح دي لما تزيد هتكفي احتياجات الخلية ده السؤال بقى طبعا هنفترض جدلا عشان نوضح ان الافضل للخلية انها تكون صغيرة بالشكل ده ولا بتكون بالحجم ده يعني تبقى واحد ولا تبقى خمسة لو في الحالة دي مثلا افترضنا الخلية عبارة عن كيوب مكعب يبقى تبقى السطح مساحة السطحة تساوي ايه الهيط في الهيط يعني الارتفاع او الطول في العرض فيه number of sides فيه number of box طيب انت عندك ايه هنا مساحة السطح واحد يبقى انا واحد times one يبقى واحد في واحد عدد الصيد عندنا كم عندك في السكوير عنده كم side أو كم face ستة فيه البوكس كم واحد وبوكس واحد يبقى واحد في واحد في ستة يبقى مساحة السطحة كلها عبارة عن ستة طيب الفوليوم بقى في الحالة دي هيبقى عبارة عن هايتس والوايتس في اللينس يبقى طول في العرض فيه الارتفاع فيه number of boxes برضو يبقى عندك واحد في واحد في واحد والبوكس كمان واحد يبقى الفوليوم اللي عندك ستة سوري واحد طيب الوقت الفوليوم واحد حجما واحد ومساحة سطحة ستة تعمل ايه تقسم الستة على الواحد يديك الـ service area to volume ratio يعني area divided by volume يساوي السكس يبقى الريشو اللي عندك الوقت ستة لما يكون الفوليوم واحد طيب لما يبقى الحجم الخلية زاد شوية يبقى طولها خمسة هتضرب خمسة في خمسة في عدد الازلادات اللي هم ستة في البوكس واحد خمسة في خمسة ومية خمسة وعشرين في ستة يديك مية وخمسين ارى ده الخلية اللي ما كبرت وزادت في حجمها فعلا مساحة السطح بتاعتها زادت يبقى زادت من ستة لمية وخمسين واحنا قلنا كل ما زاد مساحة السطح وكل ما كان افضل الخلية انها تحصل على المواد الغذائية من الوسط وتتخلص من المواد الاخراجية لو انت بتكلم مع service area الحاله ده يبقى تقول ان افضل الخلية انها تكون خمسة طيب اتكلم بقى على يبقى عندك هنا خمسة في خمسة في خمسة يبقى عندك مية خمسة وعشرين يبقى الفوليوم الوقتي بتاع الخلية زاد وبناء عليه تزود لك ايه مساحة السطح الخلية لكن هل اعترى مساحة السطح ده تناسب الحجم ده ولا لا يبقى تقسم الاثنين على بعض كده يبقى مية وخمسين على مية وخمسة وعشرين انت تجد 8 يبقى الاطم الوقت 10 يبقى الافضل الوقت الجفارrrt ول Target الأفضل طبعا newton حجم مساعة السطح الوقت بالنسبة للخلية دي مناسب تماما لحجمها لكن هنا مساعة السطح غير مناسب لحجمها وبالتالي لا يكفي احتياجات الخلية وبالتالي Asyl Needs يبقى الخلية محتاجة Surface Area مساعة السطح that suits its needs اللي هو بلا يناسب احتياجاتها To exchange material with the environment in and out This is Exhibit Why the cell stays small يبقى الأفضل الخلية أنها تبقى صغيرة ولا كبيرة لو هي صغيرة مساعة السطح قليل وهي كبيرة مساعة السطحة كبيرة لكن لا يناسب احتياجاتها من المواد الغزائية والمواد الأخراجية وبالتالي This is Exhibit Why the cell stays small ودي يوضح لك لها الخلية لازم تكون حجم صغير وإلى اللقاء إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله شكرا